موسيقى أهلا سعر بكم معكم ننرسر واليوم أعطيكم فورزا موتر سبورت سيكس باللغة العربية مثل ما بتعرفوا أعلنت مايكروسوفت من فترة أن فورزا موتر سبورت سيكس حتدعم اللغة العربية واليوم سوف أعطيكم شوي كيف شكل اللعبة بالعربة فأول شي بدي أعطيكم كيف تحصلوا على اللغة العربية بتفوتوا على الهوم يعني عادة كانت تلعبوا اللعبة بتفوتوا على أبشن أو خيارات بتنزلوا تحت على بتنزلوا تحت على وبتحطوا عربة وحتقلكم اللعبة إنه بدا تعمل ريستارت فخيانا تركها لعمل ريستارت لترجع على تبريش باللغة العربية فإزان هون بدأ نفوت على القائمة ومتلا بتشوفوا معربة مية بالمية كل الكوائم وكل الخيارات وكل حتى الأشي اللي بقل بالقوائم هيدول مكتوب باللغة العربية ومتلا بتشوفوا الخط سهل ينقرى ومنه كثير صغير وليبق مع مع الرسومات اللي باللعبة نفسها فمش بس كمان مترجمة بس مدبلجة فيها يعني ما كثير فيها حكي اللعبة طبعا بس فيها بعض المناطق لما حدا بيحكي صوت مرة بتحكي وبتشرح لكم عن شيء فهذا كمان هذا الشي مدبلج سوف أرجيكم يا لنقول سنلعب لعب حر استخدم جميع السيارات والمسارات للاستمتاع بسباق سريع وسهل كما تريد تماما لإضافة المزيد من المتعة على تجربتك أضف صديق لبعض سباقات الشاشة المقسمة فمثلا فيكم تشوفوا انه كمان دبلجوا الحوارات وهذا الشي كثير حلو منهم لنبدأ السباق هلأ متل ما تشوفوا انه كمان ضافوا ياس مارينا سيركيت اللي هي حلبة بي أبوضبي فكمان يعني عم بيجيبوا مش بس اللعب بالعربي بس كمان مناطق بالعالم العربي اللي تقدروا تلعبوا فيها فإلا نلعب سباق على ياس مارينا سيركيت مش سباق ولاعب حر لفرجيكم كمان كيف بقلب السيبة او بقلب اللعب كل القوائم اللي بتشوفونا او كل الحكي اللي بتشوفوه على الشاشة هيكون كمان مترجم او كي فهوني كمان قبل السباق في عندكم كل هذه القوائم فيكم تعادلوا الزيارة تعيدكم فيكم تشوفوا هيك كم شغلة بالاخير اذا بتكون قبل ما تبلشوا السباق ترجعوا تضبطوها وغيرها مثل هذه الأشياء هلأ أنا ما حزبت شيء ما حادي لشي حلعب ضغري بالسبب بما أنه أنا بس عم بلعب حر لفرجيكم ومش عم بتحدى حدا أو ما عم بحاول فرجي مهاراتي بالسباق فهي أنا مبلش أنا بحب إلعاب من هذا المنظور ما بعرف إذا إنتوا بتفضلوا إلعاب من المنظور الشخص الأول بس أنا بالنسبة له إلي هذا أسهل فمثل ما عم بتشوفوا أنه كل حوالي إلا الأرقام طبعاً مدبلج على العربة مترجم أصلي على العربة فيكم تشوفوا تحت يعني حتى كم كيلومتر الساعة فوق كم لفة وحتى على الشمال كم لفة وأي مركز أنا طبعاً بما أنه أنا الشخص الوحيد حضلني بالمركز الأول هذا الشيء بخليني أمبسط شوي خبروني بالتعليقات إذا أنتوا من محبي آآآآآآآآ أتفلط السيارة مني إذا أنتوا من محبي ألعاب سيبي وإذا بتلعبوا ألعاب سيبي مثل نتكور سبيد، كرو أو أي من الفورزة يلي تفضروا أوك خليني إركز شوي لأنه عملتني بالحاكة نحن كويعة صعبة هذه الحلبة منها سهلة أبداً وبنسبة الألة حتى فيكن تشوفوا على اليافطة حلبة مارسياس إنه مترجمين مش مترجمينها يعني بس إنه اليافطة كمان معروضة بالعربة مثل اليافطة المزبوطة اللي بالحلبة وهذا الشي حلو إنه مثلا إذا أنتم العالم العربي وما حابين تلعبوا عطول بحلبات بأوروبا أو بأمريكا أو بأي محلتين بكي عندكم هلأ الخيار تلعبوا بحلبات أقرب لكم وبالنسبة لي يعني بما أني عايشة في دوباي في نظر على الحلبة تاخدني شي ساعة لأوصل على مدينة تياس فشي حلو أنا كثير مبسوطة من مايكروسوفت إنه عم بيقدموا دعم اللغة العربية بشكل كامل لهذه اللعبة اللي هي يعني تعتبر أفضل لعبة سباق على الأكس باكس باكس وان بشكلت مني السيارة شوي إن شاء الله مايكروسوف بيشي خير ها يلا ها أوكي حسنت حالكت عم بمشي ماشي على هيدا إخي الكوع ها 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 يالله عمه أوكي خطص شوي نجل نرجع نركز ما بأسر بعد ما بأول لفة بعد ما عمي وقت ضبطة ها ما نطلع على الرمل ما صلعنا على الرمل بس كنا هنفوت بالحيط ما نفوت بالحيط ما نفوت بالحيط في عندي أنا معلومة لألكون تشيط كتير مهم انتو عم تلعبوا لعبة سبا ما تفوتوا بالحيط أهم نصيحة فيها أطيقون إياها كنا هنفوت بالحيط كنا هنفوت بالحيط أوكي بس عم بتعود هذه أول لفة بس تمرين هلأ بلش مرعب الحقيقية ما نفوت بالحيط مرة ثانية نحن بلش أعمل شوي أحسن مرة ثانية نحن بمشي كتير على البطيق مرة ثانية فيكم كمان تشوفوا إذا بتكبسوا على الـ D-PAD أو الـ Direction PAD بيطلع لكم هيدول المعلومات الزيادة عن السباق أو السيارة اللي أنتو عم تساملوها هلأ كمان كلهم باللغة العربية بس هم بحاول تحول بين الخوائم لما فيكم نشوفوا معلوماتكم لازم تركز ها 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 المعلومات الثانية هلأ قدرت أحصل على العيون أحاول تركز على السويقة وبنفس الوقت برجيكم المعلومات كليتها اللي كنت أحصل عليها كمان باللغة العربية طبعا كل شيء مترجمة ما بتشوفو بس إيدي مش عم بيسيبو كل الإضرار بنفس الوقت بس إيدي مش عم بيسيبو كل هيدول المعلومات فيكم جيبوهن بإستعمال الكبسات فيكم تلغوهن هلا حلغيوهن لقدرتوف أكتر الشاشة والسباق والحلب اللي أنا عم بلعب بيها وما فوت فولا شيء وظلني مركزة شوي على اللي عم بعمله كمان خبروني إذا حدا منكم بحب يعمل كارتنج كارتنج بيسلي مهلك شوي لأنه بتحسوا حالكم عم بترججوا كل الوقت بيسعبوا إيديكم من السواء بس بزلي كتير كارتنج بيسلي كارتنج بيسلي كارتنج بيسلي كارتنج كمان بدي أفراجيكم شيء إنو إذا كبستو إذا فدتو على قائمة الإقاف المؤقت وتلاقوها كمان كلها تمترجم بالعربية بس في شيء لا 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 ما كان قصدقكم سلب يا الله حسنا ماذا عملت؟ حسنا يمكنكم أن تفتوا على المتساعدة التي يجب أن تعطيكم مثل tips أو أشياء التي تتعاملوها يمكنكم أن تفجيكم على طريقة التحكمات وتفجيكم أن ما أحسن طريقة تتعاملوا شيء هذا للأسف لا نمعرّب هذا موجود يوجد كل هذه القوائم بالإنجليزية إن شاء الله يعاربون لأن هذه معلومات كثير مهمة ليستعدوكم لسوقوا بطريقة أحسن أو إذا لا تتعاملوا شيء ميزة تحصل عليها هذا هو المحل المناسب لأن تتعاملوا كل هذه الأشياء ولكن للأسف لا نمعرّب ولكن كما ترى أن كل شيء معرّب الآن نتابع السباق لنخلصه وفرجيكم قائمة ما بعد السباق كيف يكون شكلها يلا نخلص السباق تتخيل اللعبة هاي بتكون كثير لعبة حالو باستعمال الإليت كمترولر بتاعة أكس بوكس وان اللي فيكنت عدلوها وبكنت عندها كمان فرار من وراء فرار إضافية فيكنت تغيرو فيون الجيرز بكنت تتعاملوا ميزات أكتر خاصة بلاعبة سباق وخاصة بلاعبة سباق هالقد فيها تفاصيل تحكم مثل فورزا متر سبورت سيكس هلأ أسحبه باحية طويلة هيدا أسهل ما أطنع بالسبق كلايته بس ظلني كيبسي R2 عادي ما ضروري أعمل شي في هاليد أبداً بس بعد شوية فيها لفة سئيلة فلازم نحضيف عليها الآن نبلي شو بطئ كمان شوية في هيدول في الخط اللي على الأرض الأزرق وأحمر وأصفر بترجيني إذا أنا عم بسوق على سرعة مناسبة للكوع ولا لا إذا كان أزرق سرعة مناسبة إذا كان أصفر يعني أوكي معلة منيحة بس أنه بعدنا شوية سريعة فهذا كان أحمر يعني كتير سريع لن يبطيق فهدوقات بحس حالي عم بمشي كتير على البطئة بس بيكون لون الخط أصفر ها هلأ لون الخط أحمر مصلا هلأ لون الخط أحمر بس أنه حاسي حالي كتين عم يمشي على البطئة فما بعث إذا أنا أحساسي مفقوق إلا لازم ردة على الخط عشور كمان بيفرجيكم كيف أحسن طريقة تفوتوا فيه للبوع يعني كثير تتعلموا أشياء لتكسبوها لما تعملوا منافسات يعني يا أونلاين يعني مع رفقاتكم تتعلموا كيف تقدروا تفوتوا ببوع أحسن على أي سرعة اللي تمثونوا على مسوقوا كل هدول معلومات مفيدة فيكم تكسبوها من اللعب الخارج كمان أكيد يعني تعتبروه تمرين لألفون وما فتنا بالرمل يلا هذا بتحضي باستيكوع واحد ومنخلص تاستيكوع اتنين واحد خلاصة خلاصة واحدة كأنسبة لعب حر بحلبة ياس مارينا وبعد ما يفرجوكم من بعض الحلبة قدش كتبتوا أرصيدة أكيد هذه الأرصيدة فيكم تستعملون لتشتروا أشياء تعدلوا سياراتكم تشتروا سيارات أحسن إلى آخره وأكيد يعني بحسن لكم مرتبتكم بقلب اللعبة وعلى شكل العالم يعني international وكمان فيكم ترك سابو جائزة مثل اللوتو فمثل هذا الشي هيك بس إضافة فها هي اللعبة باللغة العربية فورزا موتور سبورت سيكس أعلنوا عن الدعم تعولها بآخر شهر الماضي وهلأ فجأتكم كيف يكون شكلون القوائم وحتى الدبلجة مع أن الحوارات قليلة بسنو رغم أنه قليلة مدبلجينو فهذا شي كتير حلو أنا بالنسبة للتعريب تعولها منيح كتير ومفيد كتير لأنه فيكم تشوفوا كل القوائم وكل التعديلات في العربية خبروني أنتم شرائكم خبروني إذا عم تلعبوا فورزا هورايزن أو فورزا موتور سبورت أو شو أفضل لعب اتباع لألكون وليش وخبروني إذا قدروا تختبروا فورزا موتور سبورت سيكس باللغة العربية فإذا كان كل شيء إذا حابين تشوفوا فيديوات أكثر عن ألعاب السباة أو عن فورزا أو عن ألعاب المعربي ومحل مضبوط أيديا من شرق الأوسط